بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نعمل قيمة منسادلة احترافية داخل برنامج الاكسل طيب جربت قبل كده ان انت تعمل قيمة منسادلة داخل برنامج الاكسل تكون بالشكل ده فيها كل الاسماء اللي انت محتاج تكتبها بدلا من ان انت تكتبها تختارها طيب جربت ان انت تعمل قيمة منسادلة تقدر تبحث في داخل القيمة عن اسم معين او بداية اسم معين طيب جربت ان انت لما تضيف اسم جديد للقيمة ا автомاتيك يضاف داخل القيمة المنسادلة كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة ازاي نعمل قيمة منسادلة احترافية قابلة للبحث وقابلة للتحديث لو انت اضفت اسم جديد للقيمة المنسادلة يلا بينا نعرف ازاي نعمل قايمة منسادلة احترافية داخل برنامج الاكسل لو انت اول مرة تزور القناة اشترك معنا وفعل الجرس على كل الاشعارات علشان توصلك الفيديوهات الجديدة وقت تحميلها على طول ان شاء الله ولو عجبك الفيديو دوس لايك ولو فيه اي سؤال اكتبه في التعليقات ولو انت مشترك معنا من قبل كده اهلا بيك مرة تاني يلا بينا نعرف ازاي نعمل قايمة منسادلة احترافية قابلة للبحث على برنامج الاكسل اول حاجة هنعرف ازاي نعمل قايمة منسادلة عادية على بيانات موجودة في منطقة معينة طبعا اول حاجة هنعملها ان احنا هنحدد المنطقة اللي احنا محتاجين نعمل فيها القايمة المنسادلة المنطقة المحددة اللي احنا هنعمل فيها drop list menu على برنامج الاكسل هندخل على التبويه data ومنه هتلاقي فيه group اسمه data tools هنلاقي فيه حاجة اسمها data validation اختار اول حاجة data validation هنلاقي فيه حاجة ظهرت قايم موجودة هنا طبعا لكل قايمة المتطلبات بتاعتها او المهام بتاعتها طبعا اللي احنا محتاجين نعمله وهو list او ان احنا نضيف بيانات في منطقة معينة المنطقة اللي احنا هنحددها من اول a2 لحد a21 وبعد كده هندوس اوكيه بس كده انا عملت قايمة منسادلة ايه المطلوب مني بعد كده علشان اخلي القايمة المنسادلة دي قابلة للبحث طبعا في الاصدارات القديمة في عندنا اصدارات في اوفيس 365 في تحديث جديد بمجرد ان انت تعمل القايمة المنسادلة دي هتقدر تبحث بداخلها يعني مجرد انك تبقى كتب حرف معين من الاسم يظهر الحرف ده سواء في الاول او في منتصف الكلام او في اخر الكلام سواء عربي او انجليزي لو انا كتبت حرف انجليزي مثلا هيظهر للاسماء اللي فيها الانجليزي ولو انت عامل بحث عن ارقام معينة وانجرد مثلا ان احنا نعمل ارقام معينة ونبحث مثلا داخل القايمة هنا عن رقم من الارقام اللي موجودة داخل القايمة هيظهر القايمة اللي موجودة لكن في الاصدارات القديمة احنا شرحنا في فيديو هتلاقيه دلوقتي موجود في صندوق الوصف ازاي تعمل قايمة منسادلة قابلة للبحث لو انت مش عندك الخاصية دي على الوفيس او لسه التحديث ده مش عندك طيب انا عرف منين ان التحديث ده عندي ولا مش عندي اولا التحديث ده على اوفيس تلتمية خمسة وستين الاصدار الانلاين واصدار الديسكوتوب طيب الاصدار رقم كام من اوفيس تلتمية خمسة وستين اللي موجود عليه التحديث ده ابتداء من اصدار اربعة وعشرين زيرو تسعة ودي هتعرفها لما تدخل هنا على الكون هتلاقي نوع الاصدار اللي موجود عندك الورجين اربعة وعشرين اتناشر هي ابتداء من الاصدار اربعة وعشرين زيرو تسعة هتلاقي التحديث ده موجود طيب اللي بعد كده ايه المفروضة نعمله علشان اجعل القيمة دي قيمة قابلة لتحديث يعني لو انا ضفت اسم جديد هنا مسلا باسم خالد شعبان مسلا وادخل على القيمة هنا علشان ابتدى وضيف الاسم هل هلاقي الاسم موجود لا الاسم مش موجود طيب هل انا مطالب ان انا اعمل تنشيط مرة تانية لقيمة البحث دي علشان اضيف اسم وهل كل ما هدخل اضيف اسم جديد ابتدي اعمل التحديث وتنشيط للقيمة دي لا احنا بنعمل مهارة بسيطة جدا هتقدر من خلالها اي اسم اضيفه داخل القيمة هنا اوتوماتيك او تلقائيا يضاف داخل القيمة المنسلة كل اللي انا هعمله ان انا احدد الجدول اللي فيه الاسماء وادوس على كنترول تي احول المنطقة اللي فيها البيانات لتابل نحولها لكونفيرت اس تابل بس كده مجرد ان انا حولت البيانات اللي موجودة هنا في بداية ما انا بعمل القيمة دي وابتدي اعمل القيمة مرة تانية وهنجرب هنعمل الليست الجديدة ونبتدي نضيف فيها بس هنحدد الصف كده هنلاحز ان هو محدد المنطقة بالكامل وندوس على اوكي هنلاحز هنا ان الاسم الاخير ظاهر معنا طب اضيف اسم تاني علشان هتأكد ان بنجرب ما بدوس اي اسم هنا هيتضاف اوتوماتيك داخل القيمة المنسلة واكتب نفس الاسم بالانجليزي ونروح للقيمة علشان نشوف الاسم ظهر ولا لا هنلاحز الاسم ظهر اجرب اسم تاني ونروح للقيمة نبحث عن الاسم هنلاقي اخر اسم احنا ضفناه بدون اي خلايا فاضية ممكن على النظام القديم انت كنت ممكن تضيف خلايا فاضية عشان تعمل حساب البيانات الجديدة لكن بالطريقة دي ان انت بنجرب ما تحول المنطقة لجدول او لفورمات استيبل وكل البيانات اللي هتضيفها بعد كده هتلاقيها ظهرت معي احنا كده عارفنا ازاي نعمل قيمة منسادلة احترافية قابلة للتحديث وقابلة للبحث على برنامج الاكسيل لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك والسنونة في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته